انت مادئ تصوير في الرياضة من امتى? انا مادئ تصوير رياضي 2016. 2016؟ بالزبط. بسرعة السلوخ انت ماشر. انا يعني الحمد لله. انا اول ماتش صورته كان ماتش المصري والاهلي. اه. وكنت مستلف عدسة من صاحبي ورايح وبتاع فلاقيت اول ما صورت لأ انا حبيت الموضوع اول. انا مش خارج من هذا. اه. انا مش خارج. فعجبتك. انا اقتلكم. اه صح. بس انت عندك ميزة ان انت دايما السور بتاعتك فيها كي اقتلت فيها ابتكار مش اللي هو اللي هو تاك 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 وخلاص. لا انت بتحاول تجيب لقطة. ودائما انت تقول لي ان الصورة رزق يعني انت تبقى ملكس في مكان وتخطف صورة حالة. صح. هي طبعا صورة رزق. بس طبعا هتيجي لللي بيشغل دماغه وبيحول. انا بحب جدا الصورة المختلفة. بحبها جدا. احب لازم كل شوية اه افكر في صورة جديدة. صح. في طريقة جديدة. في كدر جديد. اه او حتى لو ما فيش اي حاجة جديدة. يعني على فكرة برضو. بصورة الكورة هو احيانا بيبقى شبه خلاص واحد. فانك تعرف تسرق اللحظة من جوه والمطش ده بقى الايه. التغيير بقى. برافو عليك. كل الناس هتسوى اللعبة وبتكره والعبة وبتحتكب بعض بالكورة. كل دي السورة. ازاي هتعرف تاخد لقطة بقى. زي مثلا سورة محمد صلاح ومانيلا متنرفع وقديهم. هي اصلا بعد وكرمها خلصت وكل حالة خلصت. بس هي فيه وقتنا مركز قوي اخد اللحظة. فهيبتبقى تركيز يعني. فريد بقى معي. فريد عنده فكرة عظيمة جدا هنشتهالها في رقم عشر الفترة اللي جاية ان شاء الله. هي افضل السور اللي بتتاخد فيه الدوري المصرية في الكورة المصرية. فريد النهاردة مجمع كم سورة؟ اه هو طبعا فيه صورك تجدنا ببعتت. انا واسم دياب النهاردة فلترنا الصور. اكتازنا الكبير. طبعا. طبعا. علامة التصوير. طبعا. الصحب مصر يعني. صحب الفضل علي يعني. طبعا. اكتازنا جميعا. طبعا. طبعا. باشكروا. اه اعادنا النهاردة. بداتوا تقيموا الصور وبدات تتفلتروا. بالزد. قيمنا الصور كان فيه عدد كبير جدا على فكرة. اه. وصور كتير قوي بيحب اشكر يعني. اشكر كل اللي اشتركوا كل اللي بعتوا الصور. عزيم. على المبادرة. بس يعني كان لازم بقى نختار مش هينفع كل الصور. عزيم. اخترنا بقى الافضل فالافضل. عزيم. يلا.